قال معارضون سوريون إنهم لن يذهبوا إلى مباحثة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جوناذ في وقت لاحق من هذا الشهر إلا إذا توقف القصف الروسي وسمح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين وأفرج عن المعتقلين كذلك لمناقشة الغموض الذي يكتلف الساحة السورية ينضم إلينا الدكتور الأستاذ خلد الشغراوي الخبير في القضايا العربي الإفريقية والاستراتيجية حياك الله ألا بك أهلا وسهلا سيدة جوالة طيب لنتحدث أولا عن بين قوسين ربما تعطر جونة ثلاثة أم فشل هذه اللابطة نعم هو عبارة عن تعطر إن صح القول خاصة أن الأمم المتحدة قد تركزت على أساس أن المفاوضات ستتم على بعد تقريبا أو على مدى ستة أشهر وبالتالي فكان من الطبيعي أن يكون ذلك خاصة أن هذه المفاوضات غير مباشرة فكان لابد من اجتماعات كل فصيل على حداء إلى غير ذلك المشكلة الثانية هو أن هذه المعارضة أيضا غير موحدة وكانت هناك مشاكل ما بين تمتيلية الأكراد التي رفضتها تركيا والتي فرضتها نوعا ما الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك مشكل التمتيلية الإسلامية خاصة ما يتحدث عنه من حضور الإسلاميين عوض المعتدلين واللائكيين الشيء الذي قد ترفضه بعض القوى العلمانية إلى غير ذلك كما أن وحدة النظر لم تكن متوفرة لدى المعارضة السورية من جهة أخرى الغربيون والتكتل الدولي ضد داعش وضد بشار لم يكن أيضا موحدا على مستوى الرؤى هناك موقف عربي خاص مرتبط بالعربية السعودية تسانده البحرين وقطر والإمارات وهناك موقف تركي غير واضح همه الأساس هو القضاء على الوجود الكردي قبل القضاء على بشار المسألة الثانية وهو الموقف الأمريكي الغير الواضح والمتدبد والذي تراجع منذ سنة 2013 حيث بدأ يبحث عن حل سياسي في أفق العلاقات المتوترة مع روسيا أعتقد أن الموقف الوحيد الواضح هو الموقف الروسي المتواطع مع الموقف الإيراني والذي يشكل خارطة طريق واضحة الحفاظ على نظام بشار ولو أدى ذلك إلى تقسيم المجال السوري ووضع العالم في مواجهة داعش إذا كانت المعارضة السورية مخلخلة ربما ولا نعرف من يمثلها بشكل رسمي هل النظام السوري نظام بشار الأسد اليوم في موقف أقوى بعد هذه المفاوضة؟ أعتقد أنه بدأ يتقوى بشكل كبير خاصة بعد وضوح الأجندة الروسية في هذا المجال يجب أن نعلم بأن روسيا لا تهمها فقط سوريا بل سوريا في هذا الإطار هي عبارة عن ورقة تلعب في إطار علاقاتها الدولية المتوترة انطلاقا من مشكلة أوكرانيا انطلاقا من الصراع مع خاصة حزب النيتو الذي بدأ يسيطر على أوروبا الشرقية بشكل كامل والغرب الذي بدأ يسيطر على أوروبا مسائل العلاقة بالمواد الطاقية وقضية الأتمنة إلى غير ذلك فالأجندة الروسية واضحة في هذا الإطار وربما ساهمت بشكل كبير في دعم الرئيس بشار نفس الشيء بالنسبة للورقة الإيرانية حاليا وقد ذكر ذلك رئيس الحرس التوري الإيراني قال بصراحة الآن إيران عندما تجلس في مفاوضات فهي تفرض ورقتها السياسية وتفرض استراتيجيتها على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى الجهوي وأعتقد بأن بشار استفاد من ذلك في أفق عدم وجود أي رؤية موحدة لا للمعارضة ولا للمعارضة العلمانية من جهة ولا للمعارضة الإسلامية المعتدلة ولا للمعارضة الإسلامية المتطرفة أضف إلى ذلك حضور داعش القوي في هذا المجال الذي يهدد الجميع الحروب لا تنتهي بالحروب تهتي تنتهي طبعا بالمفاوضات هل من أسلوب للخروج من هذه الأزمة السياسية لا أعتقد لحد الآن خاصة وأن هناك مجموعة من الأوراق التي بدأت تتضارب في هذا النطاق وبدأ هناك نوع من التصدق حتى في الموقف الغربي اليوم لوران فابيوس يخرج برسالة قوية لهجة وإن لم نعتدها خاصة ضد الولايات المتحدة الأمريكية ولو أن بعض المنافر العربية ركزت على تقديم ينذكر مشاهدين ماذا قال نعم خاصة أنه قال بأن نعم روسيا تتدخل بشكل سافر في المسألة السورية مع إيران وهم يتحملون جزءا كبيرا لكن الولايات المتحدة الأمريكية وضبابية موقفها أيضا مسؤول عن فشل المفاوضات خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تضغط بالقوة اللازمة لماذا؟ في مؤتمر جينيف فابيوس يلخص ذلك فهو يقول بأن المسألة السورية تتلخص في ثلاث كلمات عنف وهو عنف بشار تواطئ إيران مع روسيا مع بشار وضبابية الموقف وهنا يتحدث بالأساس عن الولايات المتحدة الأمريكية وتوركيا والعالم العربي لكن هو أيضا يجب أن لا ننسى بأنه منذ سنة 2012 و2013 أيضا الموقف الفرنسي تغير كان يدعو إلى تدخل عسكري أوقفته في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2013 فرنسا ساهمت في تسليح النصرة وتسليح القائدة ضدا على موقف بعض الدول التي كانت تؤكد على دعم المعارضة اللائكية عوضة دعم المعارضة الإسلامية أعتقد بأن لورون فابيوس وحكومته وحكومة هولوند ساهمت بشكل كبير في هذه الضبابية وهذا التعطر طيب تحدثنا عن الشقة السياسية ماذا عن الميدان؟ من الذي يسيطر وإذا سمحتم دكتورنا تحدث عن حلب بشكل خاص؟ حلب هذه هي النقطة الاستراتيجية الخاصة خاصة أن السيطرة عليها وهي تسير في طريق نحو النجاح واسترجاعها من لدون النظام بعد استرجاع مئات المراكز الاستراتيجية في الأيام الأخيرة انطلاقا من الضرب الروسي القوي على المستوى القصف سواء المدفعي أو الطيران وأيضا بمساعدة الأجهزة الاستخباراتية وأيضا العناصر الثورية الإيرانية خاصة أنها بدأت تعرف كيفية التعامل مع الميدان ومع العناصر المنوئة لها المسألة الأساس أنه إذا تمت السيطرة تماما على حلب من لدون النظام وحلفائه سوف تنقسم فعليا سوريا إلى قسمين غرب كله في يد النظام وحلفائه وسوف يرتبط بذلك عن طريق جبل التوركمان بالحدود السورية وهو في هذا الإطار بإمكانه أن يصل إلى ذلك وهناك نوعا ما نوع من التحالف والتواطؤ أيضا مع الأكراد في هذا النطاق وسوف يبقى هناك جانب آخر تسيطر عليه داعش وهذه هي الورقة الأساس التي تلعب عليها روسيا أن توحد رؤاها مع العالم الغربي والعالم العربي حتى يصبح لهم نفس العدو وبالتالي سوف يضطر العالم الغربي والعالم العربي اللي لم يغيروا من موقفهم من دعم بشار ضدا على داعش وبالتالي سوف يتحملون أيضا منطق روسيا الذي سوف تفرضه على المنطقة طيب ما الذي يراد لسوريا هل هو نظام سياسي مختلف أم هو تقسيم لهذا البلد أعتقد هذا هو الخطأ الذي وقع فيه الغرب أيضا الأنظمة العربية المناصرة للمعارضة لم يكن لها منذ البداية أي تصور لما بعد الأسد وحاليا روسيا وإيران تطرح نفس المسألة ماذا تريدون فيما بعد سوريا المسألة ليست مرتبطة ببشار مرتبطة بنظام أكبر من بشار ومرتبطة أيضا بما سوف تقول إليه الدولة خاصة فشل النظيمة التي فرضها الغرب سواء في العراق أو في ليبيا وأعتقد أن النموذج العراقي والليبي واضح في هذا النطاق لكي لا يكرر مرة أخرى في سوريا فرنسا غيرت موقفها الولايات المتحدة الأمريكية لا نعرف ما هو موقفها بالذات هل ما تريده روسيا ربما يناسب هؤلاء أعتقد خاصة وأنه إذا تم هناك توافق ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى أجندات الاستراتيجية أخرى مرتبطة من جهة بأوكرانيا ومرتبطة بنوع من التقسيم السياسي والنفوذ على المستوى العالمي أعتقد أن الأمور سوف تقول إلى ذلك لكن يبقى دائما أن هناك مجموعة من الأوراق الجهوية التي قد تلعب أدوارا خطيرة الورقة التركية أيضا التي غير واضحة بشكل من الأشكال الورقة الإيرانية التي تستعملها في كتلم الحياة لمصالحها ولرجوعها إلى المنتظم الدولي اقتصاديا وسياسيا وأيضا الورقة العربية المرتبطة من جهة بما يحدث في سوريا والعراق ومن جهة أخرى بما يحدث في الجانب الآخر من دول الخليج مضيق هورمز بارتباطه بإيران ومضيق عدن بارتباطه بما يحدث حاليا في اليمن وأعتقد بأن المسألة سوف تؤدي إلى مزيد من الإطراف خاصة وأن وضوح الرؤية مسألة وضوح الرؤية كما تحدثت أن لا فرنسا ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أيضا حتى المعارضة السورية ليست لها رؤية واضحة وهي مشتتة في هذا النطق العالم العربي ليست له رؤية واضحة في هذا النطق هل يمكن المعارضة أن تجد نقطة التقاء؟ المشكلة هو أنه ليست هناك أي مصالح مشتركة ليست مصالح مشتركة انتماءاتهم أيضا الإديولوجية غير واضحة الممول أيضا يتحكم في ذلك بشكل كبير وأعتقد بأن هذا الشتات شتات المعارضة المرتبطة بشتات السوريين سوف يؤدي إلى مزيد من تعقيد المسألة دكتور خالد شقراوي سعداء دائما بن نيمامك شكرا جزيلا لكم شكرا لكم مشاهدينا في نشرة منتصف الليلة تلقاكم زميلة صفية نلقاكم بخير بإذن الله لك